واقعة طريفة حصلت في أحد المولات التجارية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي المول نظم مصابقة بمناسبة رأس السنة الميلادية وأحد الأخوة المسيحيين اللي شاركوا فيها فاز بجائزة الجائزة عبارة عن رحلة عمرة ده كشوف النتائج الخاصة بالمسابقة أظهرت فوز كرول السعيد برحلة العمرة وده طبعا كان سبب في حالة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي اللي انتشرت عليها تعليقات حول هذه الواقعة طبعا زي ما قلنا لحضراتكم أنه ده حصل أو ده حصل في أحد المولات التجارية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وطبعا المناسبة أو المسابقة مناسبتها رأس السنة يعني كتير من المولات بتنظم مسابقات مش بس هنا في مصر لا في دبي وفي أبوظبي وفي مدن وعواصم كتيرة جدا لكن طبعا الظريف والطريف أنه الجائزة اللي كانت رحلة عمرة يعني كانت من نصيب أحد الأخوة المسيحيين كورولوس السعيد